أكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن سوق الدواجن يشهد انخفاضا في الأسعار بفضل زيادة المعروض وانخفاض الطلب بسبب فترة عيد الأطحى معضحا أن أسعار الدواجن اليوم تعتبر هي الأقل هذا العام حيث أن سعر الكيلو في المزرع 18 جنيها أشار السيد أن الدواجن أصبحت من السلع التي يتم إنتاجها محليا وبها فائض في السوق ولذلك فإن فرص التصدير للدواجن متاحة خاصة في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا أشهد السيد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية من أجل زيادة الاستثمار الداجني عقب إعلان مصر دولة خالية من إنفلوانزا طيور ولذلك فرص جذب استثمارات للقطاع مفتوحة حاليا وقد يدخل إليها مستثمرون جدد